لكن سؤال لماذا فخر يقدم استقالته الآن في وقت الفريق يقارع فيه على لقب الدوري المغربي ولماذا لا يزيد صبرا على آخر ويواصل القيادة إلى حين ما ستسفر عنه الجمعية العمومية الاستثنائية أم إن الأمر يضمر ما لا يظهر في وقت منح فيه فخر إدارة النادي مهلة ثلاثة أيام للبحث عن مدرب جديد وينضم إلينا عبر الهاتف من الدار البيضاء جواد الأمين الرئيس السابق للجنة الاحتراف بنادي الرجاء البيضاوي أهلا بك سيد جواد الرجاء يمر بأزمة إدارية ومالية منذ بداية الموسم فاخر في خرجات إعلامية كثيرة تحدث بحرقة عن الوضعية التي يعيشها فريق بقيمة الرجاء وعن غياب التواصل وعدم تجاوب عفوا مجلس الإدارة مع المتطلبات هل هناك برأيك جديد دفع محمد فاخر للاستقالة وماذا عن الأنباء التي تتحدث عن أن استقالة فاخر جاءت ربما كورقة ضغط إضافية لإسقاط الرئيس سعيد حسبان قبل أيام من الجمعية العمومية الاستثنائية أهلاً وأهلاً 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 لكم إذن بالنسبة للاستقالة فاخر وما يترتب عنه فنازل بالشكل يعرف بأنه من خريطي فريق الرجاء الرياضي أي في القانون المغردي يسمى بالأعضاء الجمعية الرياضية هم قاموا باجتماعات متعددة فهذه الاجتماعات ترصخ عنه صاحب الثقة من الرئيس الحالي سيد سعيد حسبان ومكتب المسير وذلك نتيجة المشاكل المترقبة عن سين فريق الرجاء الرياضي وذلك نتيجة عن أن سيد سعيد حسبان لم يكن يستطيع أن يساير مشاكل فريق الرجاء الرياضي منذ الجمعية الاستثناء الأخير وبذلك سيكون هناك يوم السابع الأبريل جمع عام استثنائي لنادي الرجاء الرياضي الذي من خلابه الطالب المنخرطين فريق الرجاء الرياضي بسيد سعيد حسبان بتحديد جدول الأمان الذي يجب أن يشير وبالواضح من اتقالة سيد سعيد حسبان من مهمه ومكتبه المسير وإعطاء الفرصة لترشيحات جديدة نعم سيد جواد عفوا عن المقاطعة لم تجبني على السؤال ما الأسباب التي دفعت فخر للاستقالة في الوقت الحالي وهل هذه الاستقالة هي بمثابة ورقة إضافية لإسقاط ربما مبكرا سعيد حسبان قبل الجمعية العمومية الأسباب هي واضحة نتيجة العدام الثقة بين كل روابط التي تحيط بفريق الرجاء الرياضي كل الروابط أصبح منعلمة الثقة وذلك من خلال من السبونسور ما نسميهم بالشركة الرياضيين الجمهور المعيبين المدرب الكل أصبح يفقد الثقة في عمم مكتب المسير الذي يصبح يشتهل في عزة تامة عن مخيطه فحتى الإداريين حتى اللاعبين حتى المدربين لا أحد يرى عضو من المكتب المسير وبذلك هذه أسباب اللي هي كتبقى أسباب واقعية لاستقالة مدرب كالمدرب محمد راخر ولكن مدرب محمد راخر فهو أبو الدار وفنعمله جميعا كعائلة رجاوية على إرجاعه في العدول عن هذه الاستقالة اللي مجدش الوقت ديالها وذلك المدرب نعم أظن أن الخط انقطع مع سيد جواد الأمين عموما شكرا له على هذا التدخل سنحاول أن نتواصل معه إن شاء الله لاحقا إذا سمح الأمر